السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هشام واليوم هنكلمكم على آخر تحديث لواشية الواوي وهي ال EMUI 11 هذا التحديث سيصل للأجهزة الجديدة من هواوي سواء كانت P40 Pro, P40 Pro Plus وأيضاً May 30 وبعض الأجهزة الأخرى ونخلي القائمة بالكامل في وصف الفيديو ولكن ما تحاولش أنك أنت أتحمل التحديث الآن لأنه حالياً متوفر فقط للمراجعين فهواوي أرسلت لي التحديث شخصياً إلى جهاز P40 Pro Plus بينما P40 Pro يعمل على EMUI 10 لكي نستطيع أن نوريكم الفروقات في الواجهتين وعلى فكرة الفروقات ليس كبيرة جداً فأني نعتبر أنه EMUI 11 تعتبر تحسين لـ EMUI 10 وليس تغيير جدري بالنسبة للواجهة كالعادة لو عجبك فيديو اليوم يرى تدعمني بشير لايك وسبسكراب أدنى للتباهي تويتر فيسبوك وإنستغرام وما غير ما أتطول عليكم لنبدأ فخلينا الآن نقلب الجهاز ونشوفه أول شيء تغير في واجهة EMUI 11 فزي ما أنتم لاحظون الـ Always-on-Display صار فيها تحديث كبير وممكن الآن تخصصها بالطريقة التي تحبها فعلى سبيل المثال أن نكتب تكلمة Take-Ram أي أنك أنت ممكن تكتب فيها النص التي تحبها ممكن أيضاً تضيف فيها الصور من خلال المعرض بالإضافة إلى وجود العديد من الأوجه التي سنوريها لكم الآن أول ما ندخل على الجهاز فلو مشاني لي الإعدادات الشاشة الرئيسية عرض المعلومات دوماً نمط العرض حتلاقي الأشياء هذي كلها اللي ما كانتش مرودة في التحديثات السابقة أول شيء عندنا صور في مجموعة صور وأيضاً في بعض منهم 3D عندنا الرسم لفها إمكانية أنك أنت تضيف نص عندنا فني عندنا تناظري رقمي فأنت ممكن تختار أي واحدة منهم وحتى لو اخترت أي واحدة منهم ليفترض هذه على سبيل المثال حتلاقي فيها العديد من التخصيصات الأخرى فأنت ممكن تغير شكلها بالطريقة هذه أو تغير التخطيط الواجهة أو ممكن تغير اللون على سبيل المثال وممكن تضيف التاريخ وممكن تظهر الإشعارات والبطارية فأنت ممكن تخصصها بالطريقة التي تحبها والشيء هذا كانت مميزة فيه سامسونج ودائما كنت نقول أن سامسونج ستتفوق على الكل بالنسبة للأوزون ديس بلي ولكم صراحة مع هذا التحديث هواوي قلصت الفجوة ما بينها وبين السامسونج من ناحية الأوزون ديس بلي فعلى سبيل المثال خلين نختاره الواجهة هذه سكر الجهاز ونشوفها وزي ما أنتم شايفين تغيرت الأوزون ديس بلي بالطريقة اللي حددناها وخليني أن أكلمكم على أهم ميزة بالنسبة لي في تحديث الAMUI 11 وهو يتعلق بالمولتي تاسكينج أو تعدد المهام باختصار كيف تقدر تفتح أكتر من تطبيق في نفس الوقت فعلى سبيل المثال خلين نفتح أي تطبيق ونفترض البراوزر أو المتصفح بعدها تسحب بالطريقة هذه هيطلعي طبعا هذا الشريط الشريط هذا ممكن تضيف فيه أنت التطبيقات المهمة بالنسبة لي فنضيف مثلا خمسة وما هيكونوا موجودين في الأول ولكن أنت ممكن تضيف أي تطبيق موجود عندك في الجهاز الآن بعدما انت سحبت ممكن تختار أي تطبيق على سبيل المثال نفترض المعرض ناخد المعرض في ممكن نسحبها تحت أو نسحبها فوق بالطريقة هذه الآن افتحنا تطبيقين في نفس الوقت لو تريد تفتح تطبيق ثالث تسحب من جديد ونفترض مرة هذه الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة ستفتح في نافدة منبثقة أو عائمة زي ما أنتم شايفين الميزة الآن في الAMUI 11 أنت ممكن تصغرها أو ممكن تكبرها أيضا ممكن تحركها وبعدها ممكن حتى تكبرها بحيث تاخذ الشاشة بالكامل أو هذه الميزة الحلوة أنت تصغرها بالطريقة هذه فتمشي إلى هذا الجانب الآن لو نفتح تطبيق ثاني ونفترض هو مدير الملفات هيفتحها أيضا بالشكل هذا ونفتح تطبيق ثالث نفتح تطبيق ثالث مثلا نختاره الأخبار فأنا ضفت الأخبار نفتح الأخبار هيفتح أيضا بطريقة مصغرة فالآن أني ممكن نتحكم بتطبيقين وعندي ثلاث تطبيقات أني يفتحها وممكن نرجع لهم في أي وقت أن ينبيه فقبل أن نكمل مقطع اليوم خلينا نكلمكم على سبونسور هذا الفيديو وهو موقع CDK Deals بصراحة موقع هذا خطير جدا يوفر تخفيضات رهيبة لمعظم البرامج والألعاب المتعارف عليها طبعا تواصلت معي الشركة بحيث نعلن على موقعهم ولكن حبيتني تأكد شخصيا أن الموقع موثوق فيه فشريت منهم نسخة Windows 10 Pro أصلية زي ما أنتم شايفين هنا النسخة سعرها 118 دولار ولكن عن طريق هذا الموقع ممكن تحصلها بسعر 18 دولار فقط وعلى فكرة وصلت معهم بحيث يوفروي تخفيض خاص لمشتركي قناة Techgram وبالفعل استجابوا لهذا الطلب وعطوني تخفيضة 20% لو دخلت الكود TG20 أو اختصارا لTechgram 20% طريقة شراء كان سهلا جدا تضغط على Buy Now وبعدها تنشئ حساب بحيث تحط إيميلك وأيضا تختار Password وبعدها تشرين نسخة Windows 10 وبعدها هيعطيك الفرصة أنك أنت تدخل الكود فنت تكتب TG20 وحتلاحظ أن السعر ينقص من 18 دولار إلى 14 دولار وعندك طبعا أكثر من الخيار سواء كان ببطاقات بنكية أو بيبال أو طرق أخرى إني اخترت البيبال يعني دائماً أفضل البيبال لو في إمكانية بعد ما تكمل عملية الدفع تدخل على الحساب الخاص بك في موقع CDK Deals وتضغط على My Purchased Orders أو المشتريات الخاصة بها هتلاقي حيث اسمها View Key Codes أو عندك أنت تشوف الكود حتلقى الكود الخاص بالWindows 10 في هذه الحالة فاني نسخت الكود ومشيت لإعدادات الجهاز الUpdates والSecurity وبعد تضغط على Activation أو التفعيل وزي ما انتم شايفين النسخة اللي عندي هي Windows Home وبعد ما نندخل الكود حيتحول جهازي من Windows Home إلى Windows 10 Pro وبالفعل بعد ما تأكد أن الموقع موثوق وتمت العملية بنجاح شاركت الموقع معاكم بيش تستفيدوا منه زي ما قلت لكم عن طريق الموقع ممكن تشري العديد من الألعاب سواء كانت الألعاب PC من ناحية Steam Origin Uplay PlayStation وأيضا برامج مضادات الفيروسات الـ Antivirus أو برامج أو زي ما وردتكم أيضا نظام تشغيل Windows 10 رابط الوبسايت ستلقوا تحت في وصف الفيديو وأيضا ما تنساش الدخل كود التخفيض 20% TG20 وخلينا الآن نرجع لي فيديو مميزات EMUI 11 أيضا تطبيق الجالري أو المعلوط صار في بعض التغييرات وأكثر شيء عجبني فيها هو موضوع الزوم in والزوم out بالنسبة للصور فأنت ممكن تصغر الصور لو سحبت بالطريقة هذه أنت ممكن تشوف العديد من الصور من خلال سحبة بسيطة أو أنك أنت تكبر بالطريقة هذه فحلو أنك أنت في كل سهولة ممكن تكبر وتصغر بشتري توصل للصور التي تتبهها في أسرع وقت ممكن أيضا في تطبيق معرضة مشكلة الألبومات ستظهر لنا الشكل تغير فأنت عندك الألبوم الرئيسي جميع الصور وبعدها في الفيديوهات والكاميرا وبعدها ألبومات أخرى من ناحية الانستغرام والفيسبوك وما إلى ذلك وأكثر محلوف مؤخرا والشكل هذا يختلف عن موجود في AMUI 10 AMUI 10 كنت عندما تدخل على الألبومات يظهر لك بالطريقة هذه فأكيد أن الليئاوت تتحسن في AMUI 11 أيضا الهواوي ركزت في AMUI 11 على الانيميشن طريقة فتح التطبيقات أو تسكيرها أو حتى الضغط على شريط الإشعارات هذا متغير فعلى سبيل مثال لو يضغط على NFC سترى أن في الانيميشن داخل أيقونة نفسها ولو فتحت أيضا بنفس الطريقة طبعا ربما لا يكون مضاحة جدا ولكن من خلال استخدامك ستلاحظ أن الجهاز انسيابي أكثر ويعطيك جمالية في الاستخدام أيضا في ميزة جميلة في AMUI 11 من ناحية الاهتزاز الاهتزاز دائما يكون متزام مع الصوت فعلى سبيل مثال لو كانت عندك نغمة اتصال ستلاحظ أن الاهتزاز متماشي مع النغمة نفسها ليس فقط أنه يجي في أوقات معين وأن ما يهتز على حسب النغمة التي تشغلها أيضا هوابي ركز في AMUI 11 على تطبيق المفكرة أو النوت فلما تفتح تطبيق المفكرة وتبدأ في ملاحظة جديدة فأنت ممكن تضغط على المعرض ومنها ممكن تلتقط صورة أو تصور مستند أو تأخذ صورة من المعرض التصوير المستند بحيث لو صورت مستند أو ورقة نصية فالتطبيق سيأخذ سكان لهذا المستند وأيضا يمكن التعرف على النص الموجود فيه فلو افتح على سبيل المعرض وندخل على لقطات الشاشة ونختار أي لقطة هذه فأنت بكل بساطة ممكن تضغط على الصورة مطولا وتضغط على استخراج النص ويقوم جاري النص الموجود في هذه الصورة بالكامل وممكن تختار منها الكلام التي تتب به الصورة هذه ليست أفضل مثال ولكن لو كان عندك مستند مكتوب فالتطبيق المفكرة سيستخرج النص الموجود فيه وممكن بعدها اتعدل فيه بالطريق الذي تحب وآخر ميزة هنتكلم على هي العرض اللاسلكي بحيث أن كنت تعرض شاشة الهاتف على اللابتوب عندك فتنزل تطبيق اسمه PC Manager طبعا لو كان عندك اللابتوب هواوي على طول سيشتغل معاك ولكن لو ما كان شايد تنزل تطبيق اسمه PC Manager وعن طريقة ممكن أنت تشوف شاشة الهاتف عندك على اللابتوب وأيضا ممكن تنقل ملفات ما بين الهاتف واللابتوب بكل سهولة ممكن تفتح ملفات موجودة على الهاتف عن طريق برامج موجودة على الكمبيوتر عندك وأيضا ممكن تكتب رسائل أو تستقبل مكالمات كل من خلال الكمبيوتر اللي عندك فأنت ممكن تحط هاتفك في الشحن على سبيل المثال وتستغنى عنك تماما لأنك عن طريق اللابتوب حتى تتحكم في جميع خصائص الجهاز تحديد جدري بالكامل وإنما هو عبارة عن تحسين لـ EMUI 10 التحديد هذا حيوصل لأجهز هواوي جديدة وزيما قلت لكم لو أنتم مهتمين ممكن تشوف وصف الفيديو حتلاقوا في جميع الهواتف اللي حيوصل لها هذا التحديد كالعادة لو عجبوا الفيديو اليوم رأي تدعمني بشير لايك وسبسكرايب يلي اشتركوا في القناة